توصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 417 قضية مونية بمضبط بلغت نحو 122 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال حكب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 78 طن السلع غذائية كما تم ضبط نحو 13 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال الاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط ما يقرب من 22 طن سلع غذائية وغير غذائية أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 632 قضية من بينها 110 قضايا خبز ناقص الوزن و100 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر